الان مشاهدينا ننتقل الى سهم اليوم وسهمنا لهذا المساء هو شركة حديد عز المدرجة في البورصة المصرية والتي بتواصل الارتفاع القياسية الشركة المصرية التي تعد من اكبر شركات تصنيع الحديد في الوطن العربي شهدت اليوم ارتفاعا لبتواصل رحلة الصعود حيث افتتح السهم تعاملات اليوم على سعر 108 جنيهات و80 قرشا وظل في حركة شبه صاعدة الى ان اغلق في النهاية عند 110 جنيهات و92 قرشا بالنسبة للصعود بلغت 1.95% وبالنظر لاداء السهم في اخر 12 شهرا نجد انه في حالة قياسية غير مسبوك حيث تضاعف سعر السهم وزاد وسط شائعات حول صفقة محتملة ولكن ذلك لم يتأكد حتى الان يشار المشاهدين الى ان الشركة اعلنت هذا الاسبوع عن طلبها ووقف التداول بشكل مؤقت على السهم عبر طبعا شهدات الاداء الدولية في برصة لندن لحين الانتهاء من تطقيق المعايير الدولية للقوائم المالية مشاهدين الكرام كان هذا سهمنا لهذا المساء لتنتهي به جولتنا اليوم في عالم المال والاعمال الى لقاء جديد غدا تحياتي لكم ريهام الدويك دمتم في امان الله